ازايكم عاملين واخباركم النهار ده يعني هعمل معكم كفتة الرز ولكن للأسف جزء كبير من الفيديو تحزف آآ فانا جاية كده وانا بحمرها كده معيكم وهقول لكم على المئدير المئدير كيلو لحمة مفرومة تمام وعليها آآ اقل من نص كيلو رز يعني هنقول ربع كيلو وحبة صغيرين حفنة صغيرة اقل من ثمن تمام آآ وبعد كده هنزل عليهم هخسلهم طبعا وانشفهم وافرومهم اطحانهم يعني وبعد كده هنزل عليهم بربطة كسبارة ما بحبش الشابة انا عن نفسي بنزل عليهم بربطة كسبارة وبنزل عليهم ببصلايا كبيرة وبنزل عليهم بفصين توم والبهارات بتاعتي فلفل اسود وملح والسبع بهارات حاجة بسيطة كده وبعد كده بطحانهم كويس قوي واخلط الرز مع اللحمة مع جميع الحاجات دي كلها وبتطلع احلى كفتة رز كلها وبجد بجد الكفتة دي آآ يعني بتبقى مغزية وكمان بتفرض معاك آآ آآ في ظروف اللي احنا فيها دي بتفرض معاك كده ايه آآ يعني كمية حلوة لو في اطفال او كده وبشل منها آآ في الفريزر آآ بتطلعيها مسلا على مرتين على تلاتة على حسب ايه آآ انتي محتاجة قد ايه وعلى فكرة انا بعملها بالسلطة ولكن النهار ده عمانت حابة كده زي ما انت شايفين متحمرين آآ الولايات حبوا ياكلوها في نفس اليوم اللي انا عمليها ولكن بالسلطة بتبقى تحفة تحفة جانب رز معمر كده مش عايزة اقول لكم واقول لكم بقى سلام